أصوات كانت تئن تحت الأنقاض سكتت وأخرى نهشها البرد القارص وعيون تبحث عن غويها تحت الركام ومن كانوا ينتظرون أهلهم أول الكارثة أحياءً بعد خمسة أيام أصبح كل آمالهم أن يواروا جثامين أهلهم الطراب لكن اليأس لم يتملكهم ولم تنقطع آمالهم في العثور على ناجين وإن كان هذا أشبه بالمستحيل فبحسب دراسة أمريكية فإن معظم عمليات الإنقاذ عقب الزلازل والكوارث الطبيعية تحدث خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الأولى بعد وقوع الكارثة وبعد ذلك تنخفض فرص البقاء على قيد الحياة مع مرور كل يوم الدراسة تضيف أن الوصول إلى الماء والهواء للتنفس عامل حاسم إلى جانب الطقس للبقاء على قيد الحياة أطول فترة ممكنة وهذا ما يحدث في سوريا وتركيا فظروف الشتاء تعيق جهود الإنقاذ فمنذ وقوع الزلزال المدمر في تركيا وسوريا يسعى رجال الإنقاذ للاستعانة بكل ما يمكن من حيوانات أو أدوات للوصول إلى ناجين تحت الأنقاذ لا سيما أن عمليات البحث خلال هذه الكوارث من أصعب عمليات الإنقاذ وأكثرها تعقيدة رجال الإنقاذ كانوا يعتمدون سابقا على فئران وصراصير مزودة بكاميرات صغيرة لا سيما أنها قادرة على الدخول إلى أمكنة لا يمكن رؤيتها أو سماع أصوات تطلب الاستغاثة فيها الزلزال الذي يعد من أكثر الهزات الأرضية دموية في العالم منذ أكثر من عقد من الزمان دمر آلاف البنايات ودفن أسرا بأكملها تحت الركام وشرد مئات الآلاف ولكن آيات الله لم تنتهي وهي تلك التي يتشبث بها الأهالي من تحت الركام فدائما صوت الحياة يصدح بالمعجزات